وكابتن سامير زاهر برضو يعني قدر ان هو يعمل حاجة في اتحاد الكورة المصري ودي كان بدري شوية في بتهيالي في سنة اواخر اللي هي الفترة بتاعة 98-99 كان اول عقد رعاية لاتحاد الكورة من شركة اتصالات وده كان اول عقد رعاية حصل حصل لاتحاد الكورة وابتدى ساعتها ينفصل جزئيا اتحاد الكورة عن الميزانية الخاصة بوزارة الشباب الرياضة وابتدى فكرة التمويل الذاتي للاتحاد طبعا العصر بتاع من 2005 ل 2012 تقريبا ده ده كان طبعا كسبت بطولة افريقيا 2006 فدخلت في مناطق تانية من التسويق للاتحاد والقيمة الاعلانية للاتحاد وبيع الزي بتاع الاتحاد حاجات جديدة اوما نسمع دخلنا بقى في قصة حقيقي ما كانتش موجودة وكان ساعتها التسوير الرياضي كان بدايته الحقيقية يعني في اوائل الالفنات طبعا دلوقتي الموضوع اختلف خلص الارقام اختلفت خلصة ولكن هذي الحجبة بصراحة كانت عصر زهبي للكرة مصرية بصراحة كانت عصر عظيم جدا طيب الفترة دي اكيد فيها كثير من الكواليس يعني هل الكابتن حسن شهاته في 2006 هينجح ولا مش هينجح والكابتن سبير اكيد ده كان شاغل باله خاصة انه اخر مرحلة ليه كانت مع اتحاد الكرة كان للاسف اخفاق كبير في كأس القرات فاكيد ده كان هاجس قدام يعني فاللحظات دي كان بيعيشها ازاي او لو احنا كنا قلقانين على منتخم مصر في 2006 اراط فاكيد هو كان قلقان مليون اراط كيف عاش هذه المرحلة وكيف كانت سكتوا بيه الجهاز الفني وقتها انت عارف طبعا ان الجهاز ده تم تعيينه في 2005 مجلس معين طبعا اتحاد الكرة طبعا كابتن صامع بمنام بعد طبعا الصحف القدير ودخول هذا المجلس كان يعني امر وقع كابتن حسن شهاته موجود وكان ساعتها طبعا المجلس فيه تضارب طب كابتن حسن يكمل ما يكملش يجي مدرب اجنابي دي مدرب اجنابي تعارف طبعا احنا يعني موضوع المدربين ده طبعا دايما بنلجأ الحتة دي ان هي الاسهل يعني صح ولكن الكابتن سامير ساعتها انا فاكر يعني احنا قبل بطولة افريقيا بتقريبا شهر لغاية نهاية بطولة افريقيا هو تقريبا ما عادش في البيت يعني هو مجاش مجاش البيت كان قاعد طول البطولة طبعا كان قاعد في الفندق اللي قامة مع المنتخب انا فاكر ساعتها يا اما كنت بروح اشوفه قاعد في الريسابشن وقاعد وكل الناس موجودة وهو عمل زي يعني ايه ناظر الفرقة رب البيت رب البيت انا قاعد بقى فلأ كان حايم متواجد على طول كان بحاول يحل اي مشاكل كانو بيزلل اي عواقب كانو موجودة أم وتفتكر انت البطولة دي برضو كان فيها كواليس كتيرة كده جودة الفرقة برضو RE يعني كيف ممكن تعمل مشكلة وكيف ممكن تأدي المنتخب يخسر بطولة ولكن الحكمة بتاعت وسعتها وكيفية إدارة الأزمة خلت الموضوع يمشي بسلاسة أنت بتحدث عن إدارة أزمة وهي إدارة عظيمة جدا وأظن أن أنا أتوقع كواليسها وهي قصة ميدو وكيف حسنشحاتها والخلاف ده وتصورنا مع الخلاف ده أن المنتخب تفكك خلاص والأمور انتهت فجأة بتشوف ميدو كمان في المباراة النهاية موجود ومع الكابتن حسنشحاتها والأمور تلام ما دي كواليس للتاريخ للكابتن سامر زاهر لازم حلوك تقولها وتعرفها ده حقيقي دي كانت أزمة كبيرة جدا وساعتها كابتن حسن كان رافض جدا الصلح وكان مدائي جدا ويعني تدخل ناس كتير حتى يعني من الكيادة السياسية والمنظومة عموما وكابتن يعني كان ساعتها يعني عنده عنده قرار وأنه هيتم استبعاده من المباراة المباراة وهيقعد في المأسورة يتفرج على الفرقة وفي حالة فوز الفريق هينزل يستلم الجوائز مع الفريق وياخد ميداليته ويستلم الكاس وكل حاجة فطبعا دي حتة يعني حتة صعبة ساعات ممكن تبقى صعبة على حسب مين القيادة اللي موجودة وعلى حسب انت حدير هذه الأزمة ازاي ولكن عددت والحمد لله من ساعتها بقى تم الصعود التاريخي للكرة المصرية في الوقت دوت